بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يساعدنا وشرفنا نكون معاكم النهاردة علشان نتكلم في موضوع الموضوعات المهمة جدا ان احنا عايزين نراجع اداءنا في الربع الاولاني من السنة ونشوف اداءنا للفترة الجاية هنعمل فيه ايه في بقية السنة طيب معظم الناس الموجودة معنا تعرفني بس هنقدم نفسي تاني معكم دكتور محمد ربيع الشيخ ماجستير في دارة جاودة الشاملة ودكتوراه في دارة التغيير ودارة جاودة الشاملة اشتغلت فاكن كتيرة زي بودة فون مصر وارثور اندرسون مصر وزين الاتصالات في الكويت والخليج ووزارة المالية في الكويت ومجموعة ديوت السمرية في كويت ونشتغل مستشار فطوير الاداء المؤسسي والتماز المؤسسي طيب احنا طبعا النهاردة اللي انا سأل سؤال احنا قلنا ان الجالسة دي هي جالسة كويتشنج وليست محاضرة تدريبية فعشان كده متوقعين ان الناس كلها تشارك في هذا الموضوع ويبقى لقاء تفاعلي بنا من بعض ومش بس ان احنا يعني محاضرة وحد بيتكلم فيها والناس يعني بتسمع وخلاص فمين مستعد معنا يشاركنا ان شاء الله ويتفاعل معنا في هذه الجالسة كويتشنج العظيمة مستعدي يقولينا قبل ما نبدأ ان شاء الله بعد تمام تمام يلا اقولي في الشاف يلا عشان اكد ان كلنا ان شاء الله مستعدين مع بعض بإذن الله احنا قلنا جلسة فعالية فيها مشاركة مش مجرد بس كلام طيب خلينا نبدأ ان شاء الله اتوكل على الله ونبدأ اول سؤال اللي عندنا هو احنا موجودين النهاردة ليه عايزين نعمل ايه النهاردة من اللقعدة بتاعتنا دي او عايزين نطلع بايه في اخر الجلسة بتاعتنا اللي احنا متوقعينه او جايين علشان والنهاردة قولولي برضو اللي عحب يتكلم يتكلم او اللي عايز اكتب في الشات زي ما انتوا عايزين احنا بس محتاجين يكونش بينا وبعض التفاعل عشان ايه نقدر تكترينها يعني فايه اللي انتوا عايزينه في اخر اليوم النهاردة نطلع بيه في اخر اليوم السلام عليكم ورحمة الله باركاتو انا وسهلا هو من العنوان بتاع اللي سيشن نفسه المفروض ان احنا في نهاية اليوم نخرج ب ادفايس معاينا رولز معاينا توجيهنا ازاي نعمل الريفيو للكوارتر الي performance ونفس الوقت كمان يبقى عندنا رؤية اللي ممكن يتم فيه ايه بلان اللي حيحصل في الكوارتر اللي جاي بيزد على المتائج اللي حصلت في الكوارتر اللي فات جميل جدا جميل جدا بزبط كده والنستكتب في الشات برضو احنا عايزين نقيس الفترة الاولانية الربعة الاولاني من السنة في الثلاث شهور صح عايزين نشوف اداء انا ايه في الثلاث شهور اللي فاتوا تمام ونشوف هنا انا على الثلاث شهور اللي فاتوا نقييد روس المستفادة وازاي ممكن نعكس دوت على اهدافنا فيه الربعة التانية طيب جميل جدا ما ده اول حاجة سنشتغل على الدقية بتقييم من الخط الاداء طيب تمام و احنا بنعمل الليذا في Sergio يعني نعمل عايزين نعمل مراجعة له الأداء في النو May في الربعة الاولانية ونحط الهداف رابعة التانية بنعمل hancy ده me عايزين نكون متميزين صح طب fragments لم يحتاجين نكون متميزين طب ما ان احنا deleting وكل حاجة جميلة ومكننا اخذ راتبنا في اخر الشهر او يعني يعني عايشيني حياة عدية ايه اللي حاجة اللي متخليني محتاج اقيم ادائي او يعني اعمل الكلام دوت ايه اللي هدف اللي عايزة نصال له في الاخر اكيد زي ما حالكورد التميز انت تبقى يعني اكسيد وتبقى متميز في في ال اللي انت فيه وكمان اللي هي موجودة بالنسبة لأي فرد بالشركة طيام طيام وحتى اني حبي يشارك برضو ولنا اتفضل يعني هو الفكرة في طويل الاداء عايز اكون متميز عايز اكون الاول عايز اكون مستوى اداي افضل منافسين سواء في عملي او يعني منبص بس في كل الاتجاهات احنا مش بس بنتكلم على الشغل هو طبعا هو اساسا بنتكلم على العمل لكن احنا في كل الحاجات انا عايز اكون متميز عايز اكون انسان مختلف عن الاخرين عايز لما الناس تجي مثلا تدي مكافأة وتدي ترقية او كده لازم اكون انا من الناس المتميزين على كل المستويات مش شطارة بس اكون متميز في عملي وعندي في المجال الاسري ومجال الشخصي في مشاكل لا بالعكس انا عايز اكون وتميز في كل المجالات عشان كده محتاج اعمل ايه الانجازات او النقاط الاجابية اللي حصلت عندي في ربع الاولاني مين يقول لنا تجربته احنا احنا كده محتاجين بقى ايه مشاركة احنا زي ما قلنا موضوع يعتمد على المشاركة فعايزين كل واحد لو قدام وراء وقلم يبتدي يكتب فيها اهم الانجازات اللي هو حققها في الربع الاولاني تلات شهور من السنة هي الاهم من الانجازات اللي فاققها ممكن فى مجال العمل مجال الشخصي الدراسة التطوير ايا كان هاي بتقول ان هي عدة الاس بي اتش ار آي اجزام ودا واحد من الاختبارات اللي هي المهمة جدا علشان الناس تكون معتمدة ان هم يعني من الناس البروفيشنال فى مجال الاتش ار طيب جميل مين تاني احنا زي ما قلنا دي جلسة فعالية فمحتاج ان احنا كل واحد يكتب انجازاته دي نقطة لموضوع الانجازات ده موضوع مهم ليه يعني انا برضو شفت ناس كتيرة بقابلهم يعني في كل مكان بسأله بقوله ايه هي اهم انجازاتك اللي انت عملتها في حياتك او مثلا خلال من ساعة تشتغل مثلا لغاية دلوقتي ايه الحاجة اللي انت حاس بياه بالفقر او حاجة ايجابية استغرب لما لاقي مفيش حد عارف يحط الانجازات بتاعته او عارف يقول ايه النقاط اللي جابية اللي حصلت له طب لو انت مش عارف او مش مركز انك تعرف ايه هي الايجابيات او هي الانجازات اللي انت عملتها متخيل ايه من الناس اللي حواليك ها عالم التخيل الناس اللي حواليك هيكونوا هم شايفين انت راجل متميز او ادائك متميز او اللي ده ربتاعتك ده متميز وصعب جدا الموضوع ده فلازم على اقل كل واحد فينا يكونوا عنده انجازات كل شهر عنده انجازات رحب الله تنبصها على الرابع الاولاني فلو سمحتوا قولولي ايه هي مثلا اهم الانجازات اللي انتو حققتوها خلال الرابع الاولاني لو معدناش الانجازات دي مشكلة بس نشتغل عليها برضو ان شاء الله يعني ممكن تكون ضمن الحاجات احنا نصلحها ان احنا نبتدي كل يوم وكل اسبوع نبتدي نسجل ايه الحاجات الاجابية اللي حصلت ثمين تاني يحب يقول لنا على انجازات جميلة حصلت خلال الرابع الاولاني في عندنا حد حقق 105% من المستهدف المبيعات sales target طب جميل هايل جدا ده على مستوى المبيعات برضو دكتورة نادية بيقول لنا انها شاركت في التدريب اونلاين وشاركت في زيارات المراجعة الداخلية بالجامعة جميل جدا تمام الاستاذ محمد بيقول لنا المصدع اللي بيشتغل فيه اعتماد هيئة سلامة للغزاء المصرية جميل جدا جميل جميل لازم كل واحد يكون عنده انجازات كلام ده كلام مهم جدا انهو لما يعني احنا بنعمل كلام ده بنوارده بنقول ايه بنقول تقييم ده ربع سنوي الناس اللي هما شغلين في اماكن عندهم تقييم سنوي او نصف سنوي هيجي مدير بتاعك يقعد معاك ويسألك يقولك انت انجازت ايه خلال السنة او مش هيسألك يمكن يديك اي رقم مخلاص لازم انكم عارف انا حياتي خلال الربع الاولان ها ننفعش يا جماعة يكون انا بشتغل متعرف انا انجازت ايه طيب احنا عندنا الناس نوع من الاثنين فيه نوع عنده اهداف واضحة ومحددة حطيتها في اول السنة وفيه ناس ما عنده همش طيب اللي عنده لازم يرجع الاهداف بتاعته ويرجع ها تاني ويشوف هو كام فيلمية من الاهداف دي حققها ها او وحط اهداف لنفسه اهداف شهرية او اهداف ربع سنوية وصلنا لفين ماشي عشان كرة بنقول ايه بنقول الموضوع ده موضوع مهم جدا علشان ان احنا لازم نكون يعني متميزين او احنا نكون بنتابع اداءنا او بنبعرف نقيسه ازاي ماشي فلازم الكلام دوت يعني يكون مهم جدا فمين تاني عنده انجازات اللي عنده انجازات او يكون عارف ان هو خلاص محتاج ان هو ايه على كده يبتدي ايه يشتغل عليها ويركز فيها تمام طيب ده السؤال الاولاني تعلم السؤال التاني دي احنا محتاجين نسأله سه برضو هايل السيد العمالة بنسبة واحد في المية جميل واحد في المية دي ممكن تكون لها رقم برضو في الاخر جميل احنا على فكرة يعني احنا ممكن تكون انجازات بسيطة يعني يكون الواحد بيحافظ على مواعيده دي حاجة من الحاجات ممكن تكون مهمة بالنسبانه يكون واحد خد دورة تربية في حاجة دي حاجة مهمة حسن العلاقات بينه وبين زملائه او ابتدى يتعرف عن ناس جديدة او يبتدي يعمل العلاقات مع الناس اللي عنده في شغل كون وهو يحافظ على اهله وبيته في وقت زي دوت وقت صعب اللي احنا عايشين فيه دوت ان هو يعني ربنا يحفظ جميعا فدي كلها انجازات دي حاجة سؤال التاني اللي بحتاجه علشان يعني اقيم ادائي في الربع الاولاني اعرف ايه هي التحديات اللي قابلتها او بتقابلني خلال الربع الاولاني فقولولي كده برضه من خلال شغلكم في الربع الاولاني ايه اهم التحديات اللي انتم واجهتوها في خلال عملكم في خلال الربع الاولاني من السنة. ما هي هم التحديات الصعبات المشاكل اللي انتم قابلتوها. يا شباب مين يحب يخش معنا واتكلم. يعني هل مثلا. تفضل. يعني مثلا في الوقت الحالي موضوع الكوفيد الكورونا ومدى تأثيرها على البزنس اكيد مؤثر على البزنس وكل وكل النواحي حاليا في الكويت فعندنا حظر ده مؤثر بشكل كبير جدا. وده من التحديات الكبيرة اللي بتوجهنا بالفترة الحالية. تمام. هاي العظيم. طب ده بيأثر على ايه تاني? يعني ان وجود الحاجات الحظر مسلا او وجود الكوفيد بيأثر على ايه عندك في تحقيق المستهدفات بتاعتك? هو ما اللي طبعا بيأثر على على كمان بيأثر كمان على المرال بتاع الناس. ان احنا بيضطر ان احنا نعمل في حاجات كتيرة خاصة بالموظفين وبالتالي ده كمان بيأثر على المرال بتاعهم وبيعلي بتاع الموظفين الموظفين بتمشي. تمام. كويس. احنا احنا دلوقتي كده احنا شايفين المشاكل اللي عندنا عاملة ازاي? بتأثر على المعنويات بتاع الموظفين بتأثر ان في ناس ممكن بتمشي من المؤسسات اللي هي شغالة فيها. بنشوف كمان ان فيه الانتاجية طبعا اكيد قلت. في ناس بتشتغل اونلاين فبالتالي هما اونلاين ممكن يكونوش مرتبطين من اماكن العمل بتاعتهم. ممكن ضغط الشغل يكون عليهم برضو يكون كتير. ممكن يكون الناس مشغولة مع اصارها او مثلا مسافرة بره البلد اللي هي فيها. فكل دي مشاكل بتأثر عندي. انا بقول لي احنا لازم كلانا نشتغل في الموضوع دوت او لازم كلانا انا نهتمي بيه. علشان هو ده اللي هيكون اساس بتاعي ان انا اتعلم من الربع الاولاني. ايه اللي حصل. علشان انا ده رخطط الربع التاني انا هتصرف ازاي او همش ازاي فيه. صح? عش كده بنقول ايه بنقول يعني اه لازم ان احنا يعني ناخد دوت اكلم وتدريب او جلسة عملية علشان نعرف المشاكل الموجودة فيه تكون عاملة ازاي? لان برضو احنا هدفنا من الموضوع دوت ايه موضوع الكوتشنج او موضوع اللقاءات دي ايه? موضوع ان لو حد عنده مشكلة معينة بيترحى على الناس الموجودة وبنحاول احنا من خلال خبراتنا المختلفة نشوف احنا ممكن نتعامل معاها ازاي? يعني برضو احنا دلوقتي بنقول ايه? بنقول ان الناس المعنوياتها او او نتش عارف تشغل اونلاين او كده. فممكن حد يقول لنا مثلا لو وعنده مشكلة زي كده هو ممكن تتعامل فيها ازاي? يعني ااا يعني مثلا دكتورة نادي الوقتي بتقول لنا ان في مشاكل في النت في التواصل اثناء المحاضرات او تطريب اونلاين تمام? فدي احد الحاجات المشاكل اللي بتقابلنا بتقابل الناس اللي هما بيشتغل اللي بيعونوا ابتماعات تاعتهم اونلاين فيه ناس لغاية دلوقتي مرحوش شغلهم. يعني فينا سالات بقية شغالين اونلاين. في ناس تانية بتروح المكاتب بس ممكن كنترولها مش داين. فبالتالي بيدوموا مش كل الوقت. او وقت الحاضر بقى وقت العمل قليل. فلو حد عنده تجارب ايجابية في هذا الموضوع برضو يقول لنا عليها. يقول لنا مثلا في حاجة زي كده كان بيتصرفوا ازاي? او ايه يعني المشاكل اللي قابلتهم وازاي ممكن يقدروا يحلوها. باتول بتتكلم ان هما اه ادروا ان هما يعينوا ثمانية وتسعين موظف. اوكي ويجزبوا. انتش عارف يا باتول هل دي تشالنج بالنسبة لكم ان تعملوا جذب لناس يعني على كفاءة عالية خلال فترة الحظر. اصد كده ينتظرنا بس الوضوع دي تشالنج واللا. تمام. فباتول بتول تقول ان هي يعني دلوقتي انت عشان تجيب موظفين موضوع صعب شوية خلاص ليه لانت تعمل انترديو انلاين جميل فبالتالي انت مش شايف الشخص قدامك ومش عارف امكانيتهم تكون عاملة ازاي يعني غير لما يكون موظفين قدامك وجها لوجه تمام وطبعا في مشاكل برضو في الانلاين مش كل الناس عندها يعني انترنت سابتة او انترنت ليها جودة معينة فبرضو بيكون صعب عليك انك تجيب ناس ازاي زي ما قلنا ان دلوقتي مسلا لو بنكلم احنا جوال كويت معرفش في البلاد ت تانية لو ده عامل ازاي لكن مفيش حد بيجي من من بره فانت بالتالي مضطر انك توظف ناس من من جوه الكويت نفسها مش من بره فبرضو انت هتصرف زي بحاجة زي كده فكل دي عشان كده احنا لازم كل راحت فينا يكتب اول حاجة الانجازات بتاعته اللي عملها خلال تاني شرور اللي فاته وتاني حاجة يكتب ايه التحديات اللي قابلها الوقت طيب تاني سؤال بالنسباني هم يعني اكشولي مش مش سؤال واحد هم تلات اسئلة ودي من احد التكنيكس الجميلة جدا السهلة جدا اللي تخليني اطور وحسن من ادائي باستمرار في عندي ثلاث حاجات اشتغل عليها واطلب من كل واحد فيك ويديني امثلة عليها اول حاجة بيقولك stop start continue يعني ايه توقف عن حاجات معينة ابدأ في حاجات معينة واستمر في حاجات معينة يعني ايه يعني دلوقتي انا نتيجة مثل الثلاث شغول اللي فاته من خلال شغلي في حاجات معينة اللي هزا متوقف عنها انا بعملها بس الحاجات دي ممكن تكون مش مفيدة ضيع لي وقتي مبتعديش على الانجاز يعني مثلا ايه يعني احد الحاجات مثلا ان انا اكون مثلا انا مدير وبشتغل في حاجات ادارية كتيرة فبالتالي الحاجات الادارية اللي عندي دي انا مش بتضيع لي وقتي ما بتنجسش ما بتساعديش في الانجاز او مثلا ان انا بروح شغل متأخر او كي او ان انا مثلا مفروض بتتاصل بعدد معامل عمله كل يوم بعملوش فبالتالي لازم اتوقف عن الاشياء اللي بضيعها لوقتي الاشياء اللي بتسبب لي ان انا محققش اهدافي انا زي ما قلنا انا خلص حتة دي واطلب من كل حتيكو يبتدي يقول لي امثلة لهذا الكلام الحاجات اللي هو محتاج يعملها خالد تاني حاجة اللي هو start يعني ايه start يعني حاجات محتاج ابدأ فيها حاجات انا بعملهاش لكن محتاج ابدأ اعملها يعني مثلا ايه مثلا ان انا انام بدري اتوقف على الصهر وبتدي انام بدري او بتدي اصحى بدري او ابتدي احط وقت معين لليوم عندي للتعلم او وقت لزيارة العمله او انك الامه في تليفون او ان انا ابدأ ان اتعلم حاجة جديدة خلاص دفدني سواء في الحتة السلوكية مهارات سلوكية او مهارات فنية جميل طيب تالت حاجة اللي هي ايه حاجة استمر فيها حاجة انا بعملها وشاف انها كويسة وبالتالي محتاج اكمل فيها بمعنى ايه بمعنى ان انا مثلا بكتمع مع الفريق بتاعي حتى لو كان اونلاين بسأل ع الناس بشغله فريق بتاعي حتى لو ما بتقابلش بحاول اشرك الناس في صنع القرار دي حاجات كويسة بتحقق اللي هدف اللي انا عايزه فبالتالي محتاج اكمل واشتغل عليها باخد دورات اونلاين وشاف انها مفيدة فاكمل فيها تمام؟ كل واحد كده يبتدي يفكر يقولي اول حاجة stop ايه الحاجات امثلة للحاجات اللي هو بيعملها دلوقتي محتاج يتوقف عنها لايعملهاش خلينا ابدأ دي الاول انا عايز الناس تفكر وتدينا امثلة ايه الحاجات اللي انت محتاج تتوقف عن عملها اللي شاف ان هي لا تفيد البزنس بتاعك وشاف ان هي اشياء يعني غير هامة للبزنس او غير هامة ليك انت شخصيا مين يديني امثلة على هذا الموضوع؟ كلام ده يا جماعة اللي بيشارك معنا احنا قلنا نقاطة فاولي فانا احنا 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 ا اللي هو يتوقف عنها طيب هو موضوع التوقف عن التدخين حاجة من الحاجات العظيمة اللي نتواني ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وتوانينا كلنا طيب جميل طيب احنا مش هزين نقول ليه نتوقف عن التدخين لان فيها زب كتير يعني دي حاجة من الحاجات المهمة طيب بالنسبة للعمل ايه الحاجة اللي في شغلك اللي انت شغال عليها وشايف ان هي لاتس لها قيمة مضافة بتضيع وقت او مش مهمة او بنسبة لك ايه الحاجات دي مين يقولينا امثال الحاجات اللي هو عايز توقف عنها في عمله اغتنم اي فرصة مفيدة طيب ممكن تدينا مثال على مثلا ازاي ايه الفرص المفيدة حاجة عايز تغتنميها استاذا جميلة حاجة جميلة جدا بتقول بتقول لنا عليها بتقول ان الواحد ما يحرقش نفسه الشغل او ما يبذلش مجهود زيادة كتير اه في الشغل تمام جميل طب هو دا يتناقض ان الواحد بيدي احسن عنده في الشغل ها لا يتناقض معه الواحد يدي احسن عنده في الشغل لكن الشغل ليه وقته وليه تفكيزه وليه تفكيره وكل حاجة لكن ايه الجزء شغل ده جزء من حياتنا كله فان لبدنك عليك حق و اهلك عليك حق وكل حاجة ليه حق عليك فتقد ادي كل واحد حق احنا لازم نشوف اول حاجة زي ما قلنا ان احنا نركز وقت الشغل في الشغل تاني حاجة يعني برضو استاذ مش عارف سعيد ولا سيد مش متأكد سعيد اعتقد الادارة اخذت من وقت الخاصة كتير توقفت عن ذلك كون العمل اداري لا يقرر بالجهد الاضافي وبدأ ينمي رابو عليه وابتدأ يخذت تلاتة مره واحدة وابتدأ ينمي مهرته الشخصية وانه هو يحسن نفس المهارات الكتابة تمام وابتدأ يستمر الان في الرفع من الكتابة الشعرية والنقدية بالاعتماد على ثقافة السرقة 10 دوان وبيعد الديوان التاني جميل جدا جميل جدا تمام يبقى احنا هو عمل ايه هو برضو كان وقت كتير من وقت الخاص في العمل الاداري ولا ان فيش تقدير فوقف عنه بس برضو انا برجع تاني بقول المهم ان هو لا يؤثر على جودة الاعمال بتاعتك ولا يؤثر على تقدير مديرينك في العمل تاني حاجة تده ينمي مهارته الشخصية ويستمر في الكتابة الشعرية والنقدية جميل جدا هاي عظيم جدا استاذ ايمان بتقول ان هي تحاول تقلل من الاجتماعات اللي هي الدورية التي ليس لها لزوم تمام وبرضو تحاول تقلل من الانترابشنز او المداخلات او حاجات زي كده دي حاجة من الحاجات المهمة جدا لان برضو الناس اللي بتشتغل في اماكن يعني لها اماكن عمل فيها ميتينز كتيرة لازم تأكد فعلا ان الميتينز دي بتجيب نتيجة اولا ما تجيبش قدية لان اتوقف عن الاجتماعات اللي ليس لها لزوم استاذ محمد السيد برضو قال اتوقف عن تفتيش عن ادق التفاصيل وعمل تفويض لاشخاص اخرين عشان يستثمر وقته في تطوير الاداة دي نقطة من النقاط المهمة جدا ودي فعلا احنا بنحس بيها للناس اللي هما خصوصا اه منو عليهم ايه اللي بيديروا واخد ان هو على مستوى معين مع الجودة فهو عشان مستوى معين مع الجودة فهو مش عايز يقل عنه لكن انت في الاخر خالص لا نفسك هان تعمل حاجات كتيرة جدا في نفس الوقت وممكن الحاجات اللي هي بسيطة تضيعلك وقتك وفيش منها عائد كتير فلازم تتعرف ديه اللي الناس تستغل معاك وتعملها حتى لو بكفاءة اقل من كفاءة بتاعتك بس انت توفر نفسك الوقت تعم حاجات قيمة مضافة وكما انت تتعلم الناس بعد شوية عشان يوصلوا لدرجة الجودة اللي انت عايزها برضو أستاذ باتول بيقول انا نموذج على الستارت الله صحيح اندخلنا في الستارت بالوقتي جميل جدا ان احنا نفكر استناتجيا اوكي وتفكر ازاي توصل لفرص العمل جيدة بطريقة فعالة تمام يبقى احنا اوات كثيرة جدا تلاقي نفسنا يعني مشغولين في العمل نفسه وبنشتغل حاجات يعني زيب الـ operations تمام فالحاجات الـ operations والحاجات الإدارية دي والحاجات التجريرية دي ماشي جميل جدا انت مشغول طول اليوم لكن في الآن خالص هل حققت النتائج المطلوبة منك؟ ولا لا هل حققت الاهداف؟ عشان كده بنقول نرجع تاني يقول ايه؟ لازم يا جماعة يكون عندنا اهداف احنا عايزين نحققها عشان غير كده هروح كل يوم الشغل وارجع من الشغل مشغول كل اليوم في العمل ماشي طب وبعدين هلهك كان الكلام ده كله بيحقق الاهداف المطلوبة منك لما تيجي تقعد مع مديرك او تشوف انجازاتك اخر السنة ها؟ هتنسك حققت الاهداف اللي انت عايزها سواء على مستوى الشخصي او مستوى العمل هذه دوء طلب النهوات المهمة وستاذة جميلة بتقول اه يعني بقول اذا قدمنا فرصة عمل لشخص بيبقى عنده اعذار وحاجة لعدم اقتنامها كل فرصة مرة واثنين وثلاثة هو كل شغل عنده اعظار بسعادة بدأ هل ان ده انسان يعني اهل الثقة واهل الاعتماد عليه ولا لا فدي حاجة من الحاجات المهمة احنا نشوف مين الاشخاص اللي هم عندهم القدرة ان هم يقتنموا الفرص ومين الناس اللي هم ليس عندهم القدرة اقتنموا الفرص لو ولا شخص بتديله فرص كتيرة وهو بيقتنمهاش خلص اتوقف عن هذا الموضوع ونشوف معاه طريقتان ترى نادية بتقول التوقف عن تضيع الوقت في عمل ليس من مسؤولياتي تمام والبدء في تطوير مهارات تحول الرقمي والاستمرار في تطوير الذات والاستمرار في مساعدة فريك على تطويره كلام جميل جدا 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 يبقى نرجع تاني نقول ايه احنا عايزين كده ان شاء الله يعني اللي حضر معانا المحاضرة نبقى نديهم زي كده شيت كده معانا نمازج معانا ممكن نشتغلوا عليها علشان يشوفوا هم مثلا كل يوم او كل اسبوع هم ايه التاسكس او المهام اللي هم اشتغلوا عليها خلال الاسبوع وعكده يسألوا نفسهم هل التاسكس دي هدت فايدة ان انا عملتها ولا مش فايدة هل التاسكس دي كان لازم انا يعملها بشخصي ولا كان في حد تاني ممكن يعملها وايه العائد اللي عاد على العمل او عاد علينا شخصيا من ان انا بعمل التاسكس دي بنفسي طب انا ممكن دير حد تاني او لا ولازم اسأل عشان اشوف ليه او انا مدير او او انا راجل يعني قديم في العمل فردبي يكون اعلى فبالتالي ساعتي او وقتي تمن واغلى من الناس بشتغل معايا فانا لازم افكر فكل حاجة اشوف انا تمن ايه ها زي ما كنت بقول من شوية احصل حاجة واحد يروح الشغل مشغول طول النهار بيخلص شغل وقاعد وبيشتغل طب ممكن شغل اللي بيعانيه ده مش شغل مدير بس هو اخد عليه علشان هو بيحبه او يعني هو بطبيعته كده لكن اما تلاقيت مدير بقى عندك مهم تانية محتاج تطور الفريق بتاعك بيحتاج تشوف هم مشاكلهم ايه وتحلها بيحتاج تشوف الادارات التائية بتشتغل معاك وتتكلم معاهم تشوف المشاكل تاعتهم فين فدكتورة نادية بقول موضوع التطوير في مهارات تحاول ورقم ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا يعني احنا دلوقتي المبدائش فيها يبدأ والشغال فيها يكمل اللي هو موضوع احنا كلنا من تقليل من سنة او اكتر من سنة ما كانش حد فينا يعرف الزوم ولا يعرف يشتغل اونلاين انا تكلم انها كانت صعبة دلوقتي بقينا معظم الناس بتانت تخش حتى اللي خايفين تخش واحدة من الزميلنا كان جالها تدريب على الزوم وهي مش عارفة تشتغل اونلاين فانا قلتنا لا روحي جربي قلت لاني خايفة ومش انا قلتنا جربي فبتانت تجرب وبتانت خلاص احنا برضو كانت مجموعة اتش اعليدرس في الكويت ومتقبل مرة كل شهر جات الكورونا وقفنا فقلنا خلاص نعمل اونلاين انا نتعرف على الطول ونستخدامها ازاي ونغلق مش مشكلة ولازم طبعا نستغل الفرصة دي برضو في تطوير الذات واستمرارها في مساعدها الفريق طيب السادس محمد سلمان يقول انه هو يشوف ناس تبتدي يدرب الناس اللي تحتيه حيث ان هما يكونوا يعني انه يكونوا او يعني يكون هما ممكن يحلوا محلوا او يقدروا هما عندهم خدرة اكتر ان هما تهندل الجوب دي الحاجة التانية برضو سلمان ادول عليها ودي مهمة جدا وعلى اصح نفسي او قبليكو يعني وكلنا ان احنا تريد ان نعمل عندنا جداول اسبوعية علشان نحسن من الانتاجية انا الاسبوع دو انا عايز اعمل ايه ايه اهم المهام اللي انا عايز اعمالها الاسبوع دو علشان اقدر حدد وقتي لو انا ما عنديش زي اي خطة كده في الاسبوع او خطة في الشهر مش اقدر اعمل ايه حاكا مساء السعيد برضو يقول البداية في العمل يطلب تحديد غايات منه حتى نحقق الاهداف المرجوع دون اتيها عن طريق ولا بد بتفهير في الاسريب ومعانا تحقيق ذلك بالزبط كده وهو ده اللي احنا نحاول نعمله النهاردة نحنا نحدد ايه الاهداف اللي احنا عايزينها الاهداف اللي احنا نحتاجين نشتغل عليها هو ده والغرض من اللقاء النهاردة عشان نشوف ايه الاهداف اللي احنا نحتاجين نشتغل عليها وازاي ممكن نوصلها تمام؟ استاذ الشرين بتقول البدء في تفويد للمهام مع المتابعة دي لقطة عن اللقاءات المهمة جدا جدا ليه؟ لان زي ما قلت كده احنا نضع وقت كتير جدا في حاجات كتيرة ليس لها قيمة بالنسبة لي على شخصيا نسبة على المستوى الشخصي على مستوى العمل وفي ناس تانية اللي تحتية ادربهم وعلمهم وتكررهم عندهم الكفاءة والخدر ان هم يشتغلوا الحاجات المطلوبة منهم صح؟ لكن انا واشتغلت شغل الناس ان هم يشتغلوا معايا يوجد مشكلة طيب البدء بتطوير الذات كلام جميل استاذ محمد سليمان هو بيقول ايه؟ ان هو بتدي يكون عنده اجتماعات مراجعة شهرية مع التيم بتاعه علشان يتأكد من جودة العمال هي نقطة من النقاط المهمة جدا ودي نقطة من النقاط اللي احنا نتكلم عليها اللي احنا نتكلم عليه النهاردة ده ايه؟ ده اسلوب لمراجعة وتقييم الاداء سواء انت على مستوى الشخصي او انت على مستوى الفريق او مستوى العائلة والأسرة او اي حاجة او حتى الصحابة يعني مفيش مشكلة تمام؟ فانت بنفس المنهجية دي هتبتدي تجيب التيم بتاعك ضعل معاه وتسألهم السؤالين احنا نقوم في الاول تعالوا يا شباب نقوم مع بعض اعايزين يعمل الكلام ده بكرة او بعد بكرة يتفضل تعالوا يا شباب نقوم مع بعض اول سؤال ايه الحاجات اللي احنا عملناها جيدة الشهر اللي فات او الكوارتر اللي فات ايه اهم الانجازات اللي انت شايفينها ونشوف الناس رأيهم ايه تاني سؤال ايه التحديات اللي بتقابلكم عدم تعاون الادارات الفينات مش موجودة مش عارفين نوصل للعملة التارجتس الناس مش رادين الموظفين زعلانين ايا كان وبناءنا على هز الكلام نقوم بحط ايه بشرط النور بتاعتنا وبناءنا كده يا شباب ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نكترين نشتغل عليها مش بنعملها والحاجات محتاجين نتوقف عنها وتضيع علينا وقتنا ومش بديت قيمة مضافة وبعد كده ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نستمر في العمل عليها بطولة السئلة دول السئلة مهمة جدا وهم دول السئلة لدخليني اعرف انا ممكن اعمل ايه طيب بعد كده قطريني نقول ايه طيب احنا بقى قولنا الكلام ده تعالوا بقى نحط اهداف للربع الثاني من السنة طيب فكروا كده وكل واحد يقولي على هدف او اثنين او ثلاثة حسب اقل حاجة انا محتاج ان كل واحد يقولي هدف واحد هيركز عليه في الربع الثاني من السنة احنا ده من واحد اربعة لغاية تلتين ستة طبعا رمضان داخل كل سنة طيبين فده هيكون احد التحديات الكبيرة جدا من نسبة لنا احنا عارفين ان معظم الناس في رمضان الانتاجات بتاعتهم بتقله وتركيز فتاحهم بيقله احنا فروضي كل عكس بس انا مش غولة تعبانة صايمة ايا كان احنا بالعكس احنا محتاجين احنا في شهر رمضان ده بزاي تركز احنا ازاي لا نفقد تركزنا وانتاجيتنا والعلاقات بين الناس بينها ومن بعض فانا عايز كل واحد يقول لي من هدف لثلاث اهداف هيعملها خلال الربع الثاني علشان يركز عليها انا بقول من هدف لثلاثة ليه عشان برضو ان احنا نكون مركزين علشان ما نتوهش في اهداف كتيرة جدا فبتقول بتقول انها عايزة تحسن من قدرات القيادية بتاعتها هاي اللي بتقول انا هطلب بعد كده سؤال تاني بس خلينا نخلص السؤال ده ونشوف قولوا لي كده ها ايه الحاجات اللي كل واحد فيكو عايز سواء في العمل او على مجاله الشخصي او مجال الاسرة تلات مجالات اهو يقول لي عايز يعمل ايه في الربع الثاني من السنة ايه الحاجات المستهدفة عندكم في هذا الربع من السنة ما رأيوكم ايه الحاجات محتاجين نركز عليها في الربع الثاني الحاجات اللي احنا لو عملناها نحس ان احنا كده انجازنا هاي الاستاذ محمد سليمان يشارك معنا بقوة النهاردة ان هو يفتح اه فرعين او واحدين جداد للسيلز ها استاذ محمد انت مجال عملكو ايه استاذ محمد انا في المجال المطاعم المطاعم انت هتفتح اصدك هتفتح فرعين جداد اه اه مطاعمين جداد جميل ايه هتفتح فرعين جداد صح نعم بالزبط هتقدر في الربع الثاني ده هو اول الرصاص او ده نقطة مهمة انها الوقت قد يبدو قليل ولكن هو already لان انا فيه شغال على البلان ده من الاول السنة فالtarget بتاع ان انا to achieve الكلام ده في الكوارتر التاني هو already ongoing دلوقتي يعني under process بس المهم ان انا ممكن انا الحق في الكوارتر التاني افتحهم هو ده بالنسبة لك تارجت المهم فعشان كده انا حطيتهم as a target ولكن already هما مهم فتقيم من من اول السنة طيب انت الخطة بتاعتك مشي في طريق صحيح ان شاء الله يعني طيب مين تاني يا شباب يحب يقول لنا اهداف وايه في الربع التاني طيب تحديد اهداف ومهام ووظيفية مادية وتطويرية وتقييمها جميل جميل انتهاء من الخطة التدريسية تمام دكتور اناديا وستاذ شرين يقول لنوطة اللي فات دكتور اناديا انتهاء من الخطة التدريسية ووضع خطة تدريبية لفريق العمل وبدأ في تنفذها ما شاء الله رحلة ترفيهية ما شاء الله هايلا يبقى اختيكم ناخد عليكم اطلع رحلات يلا رباني وفاق ان شاء الله طيب اوكي طيب احنا بقى هناخد الكلام الجميل الحلو اللي كل واحد فينا حطه كده ككلام جميل ونقول في حاجة اسمها smart objectives تلاقي ناس كتير عارفة عن ايه smart objectives بس لم يعرفش نقول له نقول له ايه نقول له احنا محتاجين اهداف بتاعتنا تكون محددة يمكن قياسها مجربل يمكن تحقيقها يعني عشان كده بتقول له استاذ محمد سليمان ايه من شوية بقول له انت هتقول له هتعمل فرعين جداد للمطعم من دوقن هل ده حاجة قبله للتحقيق ولا ده عشان تعمل فرع مثلا يخده سنة وست شهور قال لا هم ماشيين في الطريق فجميل يبقى هو هيخلص الخطة او تبقى الخطة هيفتح فرعين يبقى حط حاجة يمكن تحقيقها ماشي قال لكم اربعة relevant اللي يعني ليها فعلا علاقة بشغلي انا ممكن اعملها مش صعب علي خمس حاجة ليها time ليها وقت محدد يبقى خلص كلام ده مثلا في شهر ابريل شهر مايو غص مايو وكذا طيب مين ممكن يديني مثال لهدف نطبق عليها دي شروط smart objectives يعني مثلا بطول زميلتنا العزيزة كان بطول ان هي عايزة تطور مهاراتها القيادية طيب ده احنا عارفين ده هدف جميل بس ده smart objectives فلو قلنا يا بطول لو عايزين نقلب الموضوع دوت smart objectives ممكن نخليه ازاي او دكتورة نادية عايزة تخلي مثلا وضع خطة تدريبية لفريق العمل ازاي نحول الكلمة دي او الجملة دي smart objectives هدف يمكن قياسه بدوني كده امثلة او استاذ الشرين الناس او استاذ محمد ها ولولي كده امثلة مثلا لانه ها هتحط smart objectives تدوني مثال يا اما تشوفوا حاجة تكون ايه تكون عندكم مجال عمالك تروها مثلا بتقول بتقول هتحضر لقاء اونلاين او يعني تحضر كورسات leadership on-line طيب خليه نقول تعالي يا بطول نراجع الكلام ده مع كلمة smart هل كلام ده محدد ولا مش محدد هل الكلام ده يمكن قياسه ولا مش يمكن قياسه يمكن تحقيقه ده الصلة و time bound ولا انا شايفه ان هو achievable و relevant يمكن تحقيقه ده وصله لكن مش متحدد بالظبط يعني كم كورس مثلا نحضر كم كورس اونلاين لازم نشوف مثلا نحضر كم كورس اونلاين في الفترة من كذا لكذا او قبل يوم كذا يبقى احنا محتاجين نكون نحدد بالظبط عدد الكورسات ولو تقدري كمان تقولي والله ان نوعية الكورسات ايه يبقى كمان كويس حاليا نشوف هداف تانية ونشوف بعد كده برضو انا مطالب من خلال نادية وستاذ شرينا وقدروا يحددوننا بالظبط برضو يبقى كويس استاذ محمد قال ايه ان هو عايز يرقي اثنين من الناس اللي بيشتغلوا معاه ان هما يكونوا مديرين محلات في نهاية عشرين واحد وعشرين يونيا عشرين واحد وعشرين بعدها مثال جيد لحاجة يمكن قياسها يعني حاجة مع استاذ محمد في يوم تلاتين يونيا او يوم واحد سبعة هسأله وقوله تعالى استاذ محمد انت كنت ايه الهدف ده عملت في ايه فعلا رأيت اتنين ها ولا لأ لا والله ما ادرناش طب ليه علشان والله الناس اه اتشغلوا او ما لناش حد كويس ما عرفشنا عين اتأخر الفتح المحلات وهكذا طب ايه الاجراء التصحيحي بعد كده ها اده طريق التفكير بتاعتنا اللي انا عايزها تكون موجودة عند كل الناس استاذ محمد السايل يقول مشتغل هدف يزود انتاجية خمسة عشرين في المية خلال ستة شهور عشي تمام طبعا هو لازم يقول انتاجية ايه بالزبط انتاجية ايه بالزبط وانتاجية الناس اللي معاه وانتاجية القسم والا الادارة خلال ستة شهور وهو حط هدف بعيد المدى او مش بعيد المدى يعني خلال ستة شهور استلحق وبرضو نصيحتي لاستاذ محمد ان هو يبتدي ياخد الهدف ده ويقسمه الاجزاء يعني عايز نصول خمسة عشر في المية خلال ستة شهور طيب بعتارة شهور مفوضة يكون موصل كام خلالي نقول ايه عشرة في المية خمسة عشر في المية طيب في شهر اولي محتاج يعمل كام خمسة في المية ومحتاج ان هو كل شهر يتأكد ان هو زود الانتاجية بتاعته خمسة في المية علشان يوصل في الانتاج خلال ستة شهور خمسة عشر في المية علشان ايه ما يستنىش الى غاية في الاخر ويفاجع ان ايه مش عارف حال الهدف ده طيب أستاذ الرباب قالت الامنية الغالية علينا كلنا بسينا نعملها تاخد كورسات في ال EFQM اللي هو التمييز المؤسسي الاوروبي نموذج التمييز المؤسسي الاوروبي طيب الرباب جميل سنتي محتاجة أستاذ الرباب تقول لنا برضو زي ما قلنا لاختينا باتول تقول لنا كام كورسة تخديق كورس ولا اثنين ولا ثلاثة محتاج ان نفكر في الموضوع ده نفصله شوية محتاجين كمان نعرف الكلام ده بس احنا نقول على الربع التاني ماشي اوكي فممكن نقول ده يعني محدد المدة لغاية الربع او مفتولي والله اعمل الكلام ده قبل نهاية مايو او في تلاتين يونيو مثلا عشان يكون عندنا قابل للقياس جميل طيب تعليمي عشرين طالب مستوى معين خلال ثلاث شهور وقياس النتائج نعجبني في تلاتين هي ديما تبص على النتائج وتبص ايه على الحاجات دي فجميل جدا بحنا نخددنا كده هنعلم عشرين طالب مستوى معين برضو محتاجين نقول المستوى ده ايه يعني طبع حاجة ممكن تكون عنده عنده كنتو جميل خلال ثلاث شهور قياس النتائج النتائج دي بقى اللي احنا عايزين نعيسها دي لازم تكتب ايه الهدر يعني مثلا نقول ايه تعليم عشرين طالب ان هما يتجاوزوا مستوى معين خلال ثلاث شهور او ان هي تقول ان احنا عايزين التلاتين طالب دول يبقوا اخدوا شهده معينة او جابوا جريد بي ما يقلش عن بي او كلهم جابوا ايه لفن معين كده عشان نقدر نقيس بعد كده نوصلنا طيب دكتورة نادية بتقول هنحدد الاحتياجات نضع خطة خلال ثلاث شهور ورشتين عمل مرتين كل شهر نقيس الاداء بعد تنفيذ الخطة وردها لفريق طبعا هوا الهداء جميل جدا دي خطوات العمل احنا خلينا نقول الهدف بتاعنا ان احنا يكون عندنا ايه نحط خطة خلال ثلاث شهور او ننفذ ورشتين عمل مرتين كل شهر حسنا نقولوا ده الهدف برده الهدف تاني تسم لأكتر من هدف ان رضا الفريق ما يحبش عن ثمانين في المية مستوى الاداء مثلا الانتاجية تكون توصل ثمانين في المية او الانتاجات تخلص خلال موعدها او ان احنا نخلص لحتاجات احتاجات تحت لخلال شهر واحد فالجمل الموجودة دي ممكن يتم تقسيرهم لكزا جملة تانية تمام؟ جميل جدا أستاذ محمد بيقول ان احنا نقل الإجارات اللي عندنا بالنسبة عشر في المية قبل نهاية الرابع الثاني جميل جدا ده احد الحاجات برضو خلينا نقول ده بصفة عامة على كل المطاعم أو كل الفروع ولا فروعة معينة ولا بصفة عامة تمام هاي أستاذ رباب قالت تلت كورسات في نهاية مية هاي الجميل بس انا مشفق عليك يا دكتورة رباب برضو ان كتير عليك انت بس انت خلي كورس واحد خاصيه في نهاية مية وهتبقي زي الفل وده يعني رأيي الشخصي وعد منه جميل جدا طيب بعد كده أستاذ سعيد بيقول المشكلة العديد من الأشخاص يصعب عليهم تحديد الاهداف الدقيقة والتي يمكن قياسها فلابد من التمرس على تقنية تحقيق النتاج أيضا وبيقول لابد ان نفرق بين أهداف عامة وأهداف خاصة جميل جدا واحنا متفقين معاك وهو ده السبب اللي احنا عدين مع بعض النهاردة واحنا عدين مع بعض النهاردة نعمل ايه بنعمل كوتشنج مش بندي محاضرة يعني ايه بنعمل كوتشنج يعني المفروض أنا واخد الكرسي القيادة وبقول التجهاد شكلها عامل ازاي وأنا بقول اخترافات لكن اللي أنا يعني عايزه إن شاء الله لو ربنا أكرمنا إن شاء الله أنا ناوي نعمل الجلسة دي مرة كل ثلاث شهور مجانية وهتبقى برضو في يعني نعمل برضو يعني فرق عمل تانية تكون اللي هما الناس عايزة تركز أكتر أهدافها فممكن يكون عندنا لقاءات أسبوعية أو نصف شهرية والناس اللي هي عايزة تركز عشان كده بنقول إيه؟ طب إنت يصب عليك تحبيل الهدف الدقيقة تعال أقول لنا على هدف الهدف اللي انت عايز تعملها خلاص وإحنا نساعدك سواء النهاردة أو بعد كده إزاي تحاول الهدف ده من هدف عام وجميل كده لهدف محدد خلاص وبرضو الهدف عام وهدف خاصة خلاص ماشي خلينا نشوف قسم اللي عندك عندك إيه هدف عامة زي إيه ادينا أمثلة فرق بينهم عايز تحط أهداف شخصية عايز تحط أهداف في العمل حط اللي انت عايزه مهم اللي انت يكون عندك أهداف يمكن قياسة طيب في حاجة تانية عايز أقول لكم عليها برضو أنا مش عايز برضو يعني نصعب الموضيع كتير معلاش ديب الإنجليزي شوية بس يعني احد الحاجات اللي واحنا منفكر فيها ساعدنا في تحديد الأهداف ايه هي؟ في حاجة اسمها بالطاقة الأداء المتوازن أو بلانس كوركا ده للناس اللي تشتغل يعني عندها مسكة يعني إدارات أو مسكة مؤسسات في مناسب يعني قيادية أو مديرين يقول إيه؟ أنت معظم الناس لما تيجي تشتغل يشتغل على إهداف مالية يعني بتاع السيلز عايز يعمل إيه؟ بتاع السيلز عايز يحقق الترجم بتاعه عايز يبيع عدد معين ويدخل دخل معين صح؟ فهو مركز كل تفكير وأنه يبيع العدد دوت من مثلا التلفونات أو التلفزيولات العربيات أي مكان فمعظم الناس يكون إهدافها مالية عايز يدخل دخل معين أنا مدير عايز أحقق مكسب قد كده للناس اللي هم أصحاب العمل أو للشركاء فأنا عايز أحقق مكسب فمعظم الناس بيكون تفكيرها تفكير مادي فلوس خلاص عايز أخفض الإيجار عايز أزود المبيعات فقالوا مش بس كده قالوا في حاجات تانية محتاج تبص عليها الحاجات التانية اللي هو إيه؟ الكسبرز أو العملاء لازم تكون عارف مين هم العملاء اللي انت بتشتغل معهم أوكي وتشوف إزاي ممكن تخلي العملاء دول يكونوا رضيين عن مستوى الخدمة أو عن منتجات اللي انت بتطلعها وفي نفس الوقت العملاء دول بيزيدوا مش بيقلوا وبالتالي هي دخلك داخل إيه؟ أكتر ممكن تمام؟ وجوم الناس قالوا طب العملاء بالنسبة لنا مش اللي عملاء الخارجين بس وفي عملاء داخلين يعني شغال في الـ مثلا طب مين العميل بتاعي؟ مين العميل تاع الـ مثلا عندنا كده من الـ مثلا مين العميل الـ الموظفين صح؟ يبقى انت لازم تكون متفكر انك تردين موظفين انت أصلا يعني HR لا يتم نظره لي غير انها جهة غير ربحية العكس الناس بتبصونا اللي هي يعني support services أو جهات مساندة بتكلف المكان مش بتكسبه بتوع ما بيعاد بيكسبونا بتوع دسويب بيكسبونا لكن HR هي كسبنا في إيه؟ لا انت بتقول إيه؟ طيب أنا بتردين موظفين بتوع العملاء الداخليين بالتالي أنا محتاج ان أنا يكون العملاء الداخليين بتوعى دول Serum Civ Cauce طيب إزاي أسموا مستوى بقى الخدمة بتاعتي؟ زي أعرف العملاء الداخليoise الرديين وعلا غير رديين؟ أعمل إيه؟ إزاي أعرف يمكن دولت؟ او انا شُغال في HR او شغال في المالية او شغال في آي مكان زي أعرف العملاء الداخليم تعني الموظفين رديين عن مستوى الخدمة ولا غير رديين؟ ماذا أفعل؟ أسألهم تعمل سيروين ممكن نعمل سيروين نشوف مرة الرضا الموظفين عن الشركة عن المؤسسة عن البروزس الموجود فيها ممكن كمان نقيس الكلام ده من خلال الليبر ترنو اوغر يعني معدل دوران العمال نفسه ده يجيك ازا كان الناس مبسوطين في الشركة ولا بيمشوا منها هي ايه رازم انا والله انا عايز كل الناس النهاردة تشارك زي كده يا سيد محمد سعيد جدا انت بتشاركنا في الحوار وهو ده المفروض وهو ده الاسفادة اللي احنا قلنا عليه عشان كده قلنا هي ايه مش تدريب هي جلسة تفاعلية علشان الناس تشارك في اراءها في هذا الموضوع يا جماعة دي فرصة اللي عنده وسائلة او اللي عنده مشاكل تحديات في العمل اللي بتاعه يتراح علينا النهاردة ونشوف رأيي ونشوف رأيي الناس اللي عندنا عندنا ناس كتيرة قاعدين معنا خبرة في مجالات مختلفة فكل واحد يعني هيقول ترايوا في الموضوع ماشي فانا اشجعكم اي حد عنده تحديات هعمل يقول لنا عليها ونحاول انحللها تمام؟ مش بس كده يعني احد الحاجات اللي بنقولها للناس خلاص اللي بتشتغل مع انا في اماكن مختلفة يا جماعة انزلوا روحوا قابلوا زميلكوا اللي شغالين في الادرات التانية اللي بتشتغلوا معاهم وسألوهم عن تقيامهم عن مستوى الخدمة اللي بياخدوها منكم يعني هنت سعيد مثلا بالاجراءات تاعت الـ HR ولا منش سعيد عليها ايه المشاكل بتقابلها تمام؟ انا راجل اشتغل في الجودة والتميز ها ايه راعيك في التقارير المطلحة من عندكم من عندنا بتوصلكم هل ليه كاي ملاحظات على مستوى عملنا ايه راعيك في نزامك تطور ونحسن في عملنا؟ نفس الكلام اللي احنا قلناها طريقة جميلة اللطيفة سهلة البسيطة روح لأي حد اسأله خمس أسئلة دول ايه الحاجات اللي شوفها كويسة عندنا الإيجابية والإنجازات بتاعتنا التحديات او الحاجات اللي مش عجبك عندنا اقولنا عليها الحاجات اللي احنا محتاجين start stop continue نبدأ فيها نوقفها نستمر فيها طريقة سهلة وبسيطة للتطوير والتحسين المستمر ثالث حاجة نبص عليها هي إجراءات العمل ويعني كفاءة إجراءات العمل معنى ايه؟ معنى نقول طب انا شغال بطريقة معينة حد قال الطريقة دي احسن طريقة انا بطلب مثلا طلب اجازة من الHR عشان يرد علي بنقعد اسبوع او محدش بيرد علي بقاش عارف ان اتوافق على اجازة اتوافقش على اجازة لا انا هعمل كلام ده online خلاص هتقدم عليها ايجيلك الموافقة خلال 24 ساعة اوكي؟ طيب انا طالب طلبية مثلا من المخازن طالب طلبية المسترار طب حد بيرد علي انا حدش بيرد علي حد جاعد معي وسألني انا حدش سألني ماشي؟ فده الجزء اللي هو الهداف الخاصة بكفاءة العمليات الجزء الرابع في البطاعة الهدار المتوازن هو بيكلم على تطوير العاملين او تدريب العاملين ازاي بيدربوا ويطوروا كفائتهم ومهارتهم يبقى لازم يكون عندي اهداف لها علاقة بتطوير اداء الناس اللي بشتغل معي تدريب وتطوير يبقى انا كده اي حد اي حد بشتغل في اي مكان هو مدير او قائد يبقى لازم يكون عنده اربع حاجات بيبص عليها الجزء المالي هل المكان بتاعه بيكسب وميكسبش طبعا هو عنده مكسب حتى لو معندوش مكسب يبتدي يبص هل هو عنده ميزانية هو تجاوز ميزانية نمر اتنين مين عمل بتوعه لازم يعرفهم ده سؤال هسأله لكم كل واحد فينا يكتب كده ويسأل نفسه من هو العميل بتاعي هل هو العميل الخارجي ولا العميل الداخلي ممكن عندك ده وده كل واحد كده يكتب لنا برضه في الشات بوكس او يتكلم مع انا يقول لي من هو العميل المستهدف من الشغل بتاعه انت شغال في تسويق شغال في التميز في الجودة في الهر في الفاينانس في اي مكان مين هو العميل بتاعك ها ها جميل ويقول لي برضه لازم يكون عنده اهداف لتطوير الناس اللي عندنا واهداف لتحسين كفاءة العمليات اللي عندنا ماشي وأستاذ محمد سيد يقول لي مين الناس اللي هو شغلهم معتمد عليك ها تمام استاذي باتقول ليسا half a million جميل جدا كهذا لازم كل واحد فينا اللي كان عنده استراتيجيه خصه فيه ويربطها مع ان اقسام الاخره ها ها لكي نعرف مين هم أنا ممكن نكون العميل التاع هو المدير المديرين أصحاب القرار أستاذ محمد السلام يقول إيه أنا العمل التوعي هم اللي اشتغلوا في المطاعم اللي عندي جميل طيب نرجع تاني لسؤال باتون ونجاوب عليه هو إحنا في أقسام مختلفة هل كل قسم يعمل استراتيجية دي خلاص وبعكين نحاول نربطها من بعض ونعمل إيه تمام نتكلم على نشر الحكمة نسأل فأصحاب القرار في المؤسسات تمام لازم كل أحد فينا نعرف مين هو عمل التوع ليه؟ علشان لازم يعرف إيه إحتياجاتهم إيه توقعاتهم هل هم راضيين عن مستوى العمل اللي بعمله أنا والناس بشمل معي في القسمة أو الإدارة بتاعتي ولا عندهم ملاحظات لازم نسألهم إيه رأيكم يا جماعة اللي شافينه كويس محتاجين نصلح إيه محتاجين نطور إيه كميل؟ تمام بقى إحنا بنتكلم على الاستراتيجي تاني المفروض يكون الموضوع عندنا عمل إزاي؟ المفروض إحنا يكون عندنا أهداف معينة للمؤسسة اللي بشتغل فيها لها أهداف معينة عايز حقها إحنا عايزين السنة دي يكون عندنا أهداف إن إحنا آآ آآ نزود المبيعات بنسبة عشرة في المية ونزود المكسب بتاعنا بنسبة خمسة في المية ويكون مستوى رضا العملة بتاعنا ما يقلش عن تسعين في المية وناخد شريحة في السوق تكون ما تقلش عن تلاتين في المية ولازم إن إحنا يكون معدل الناس اللي بتسيب الشغل ما يزيدش عن عشرة في المية ويكون مثلاً سرعة إنجاز الأعمال القاصة بالرد على العملة خلال تمانية واربعين ساعة بالكتير أو حل أيام مشكلة خلال تمانية واربعين ساعة أو هنوصل البيتزا بتاعتنا خلال تلاتين دقيقة واللي مش هيوصل له خلال تلاتين دقيقة هياخد مننا إيه؟ يعني تعويض ليه بقى؟ كل واحد فينا يشوف الأهداف دي يبتدي يشوف هو في الإدارة بتاعته أنا كـ HR أنا كمدير إدارة مبيعات أنا كتسويق أنا كتشغيل محتاج أعمل إيه؟ علشان أوصل فعشان كده بنقول إيه؟ المؤسسات المتميزة والمؤسسات النجحة بيكون عندها الأهداف بتاعتها العامة وبعد كده تتأسم على كل إدارة وكل إدارة بتاخد تأسمها على الأقسام اللي عندها والأقسام اللي عندها تأسمها على الموظفين فبالتالي من أصغر واحد لأكبر واحد كلهم في مركب واحدة مشين في نفس الابتجاه وده أحد التحديات الكبرى الموجودة في كل المؤسسات اللي بنشتغل فيها إن الناس مش عارفة أصلا أهدافها إيه؟ لماذا أهداف واضحة؟ مش عارفة أدورها بالظبط إيه؟ مرة كل مكلمة أحد تقول يعني الناس مش عارفة بشعر إيه؟ لا الناس عارفة انت خطت واحد بيشتغل مثلا مشتريات آه هو عارف مشتريات هو بيشتري لك الحاجة بسعر كذا ولا أقل سعر ولا لازم يوفر 10% السنة ولا أنه لازم يجيب الحاجات خلال 48 ساعة أو خلال فترة معاناة أو لازم يجيب الحاجات بالجودة المطلوبة أو يضمن دعم إن فيه مشتريات بتيجي في الوقت المناسب الناس عارفة بصفة عامة لكن مش عارف بالظبط مش عارف دوره فين؟ تعيق هدف الشركة جميل؟ طيب دكتور ناديا بتقول لازم الهدف تكون مترابطة بكملها البعض طبعاً ده جميل جداً بس احنا برضو بنقول إيه؟ هاتا الكلام سهل الكلام عليه صعب جداً تطبيقه في المؤسسات نحتاج متابعة نحتاج رؤية الناس تشوف هما وصلوا فين؟ ويشوفوا ماشين فتجاز صح ولا لا؟ هبضرب مثال بهذا الموضوع تاني يقول لو انت راكب عربية ماشي في الطريق ايه الحاجات اللي تبص فيها ماشي في العربية عندك؟ ايه هما؟ الحاجات الاساسية؟ تقول لي كده دعايت ما اكمل بيئة الحاجات برضو في سؤال هل تحقيق إراد المؤسسة في بداية تأسسها معيار نجاح العمل؟ والمعتبر معيار تقييم الموظفين؟ جميل جداً ده سؤال خصوصاً اذا كان المنتج المؤسسة هيجال بمفهوم جديد لبيئة عمل رافض للفكرة جميل جداً جميل احنا دلوقتي نرجع نقول ايه؟ لازم يكون عندنا في اي مؤسسة اهداف واضحة ومحددة طب انا ببدأ مكان جديد صح؟ يعني خلينا اقول الوقت انا هفتح محل بيتزا مش عارف بيتزا دخلة معي النهاردة بس انا هفتح محل بيتزا اوكي؟ اذا هفتح محل بيتزا انا ايه الحاجات اللي انا عايز ان محل بيتزا ده لسه محل جديد اكيد طبعاً عايز اسمي تعرف المنطقة صح؟ عايز اني خشي لي اراد عايز اغطي المصارين بتاعتي او اغطيها بجزء بجزء ما طيب وجزء تاني ان انا ابتدي احط نظام للعمل ابتدي احط اجراءات عمل بس نمشي عليها بتريجي موظفين كويسين يفهموني يفهم شغل ماشي؟ فوانا ببدأ اكيد عندي معايير تاني عشان كان يقول ايه؟ ده اسمها بطاعة الاداة المتوازن ليه؟ عشان تلاس توزن الامور بينها ومبعض الاراد ده احد الحاجات لكن مش هو العامل الوحيد طب انا ممكن واحد يجي مدير مثلاً جديد شدة عن الناس شدة قوية فبالتالي كل الناس تشتغل ان هي تبيع بيع بيع وفي الوقت خالص تطلع الحاجة مثلاً جودتها غير جيدة لا تعملش اسم الناس بتحبش المكان بتعاملوا بطريقة غير جيدة فمش هدفنا بس الربح الربح احد الحاجات بس الربح ده بيجي بنتيجة حاجات تانية كمين؟ وبرضو لو انتو تشتغلوا بيه تعمل رفضة لفكرة يبقى احد الاهداف بتاعتكو انتو تقلوا الناس تقبل فكرة تنشروا الوعي فلازم انتو كن عندكو اهداف واشرات تانية ترى باب بطول كلمة كويسة جدا استراتيجية العامة يبثخ بنا اهداف خاصة ومؤشرات تحتها بالضبط كده يعني الاستراتيجية زي ما قلنا اهداف وليه مؤشرات تفضل نازل تحت الغاية اصغر واحد انا كنتم اقول لكو قبل كده على السيارة مثلا العربية ايه الحاجات تبص عليها بص على البنزين بص على الحرارة وبص على السرعة ثلاث حاجات دول مهمين جدا فانت برضو اسأل نفسك انا في المكان اللي بشتغل فيه ايه ثلاث حاجات اللي بحتاج ابص عليها عشان اعرف اسجات ادارتي باشي فطرية جايدة او مؤسستي باشي فطرية جايدة او لا لا الكلام دا لازي تم الاتفاق فيه ايه مع الادارة طيب احنا الكلام دا بناخده بنحطه بقى في اطار جميل جدا للناس اللي هي بتشتغل في التطوير وتحسين مستمر واللي هو هدف عادتنا النهاردة اللي هو بتاع تقييم الاداء وتطوير الاداء فيه دايرة جميلة جدا بتقول ايه حط خطة نفذ الخطة ايس كل شوية عشان تعرف تماشي صح ولا غلط وبعد كده بناء عليه لما تقيس تقول اه الحاجات دي ماشي كويس هاي الممتاز برابا يا شباب ومكافأ ليكوا هاي او حاجات دي محتاجة تصحيح يا جماعة شين في طريق غلط لا لا خلينا نزود السرعة شوية لا خلينا نقل السرعة شوية لا خليني اضرب الناس لا لا الموضوع دا سيبوا شوية دلوقتي لا احنا كنا محتاجين نشتري من مورد تاني لا احنا محتاجين نزود مستوى دا العملاء محتاجين نوصل للشريحة جديدة من العملاء ماشي فبلان دو تشيك اكت سايكل الدايرة دي هي الاساس في نظم تطوير الجودة او نظم تطوير وتحسين الاداء بصفة عامة اي حد بيشتغل في الموضوع فعايز يطور قيم الاداء بيمشي على الدايرة دي قالوا يا جماعة كل من يعملوا هي حط اهداف يلا حط اهداف سنك جاية حط اهداف الربع طيب نيجي بقى قاعدة زي النهاردة نعمل تقييم تعالوا يا جماعة ايه اللي ماشي كويس ايه اللي محتاج التصحيح طب نبنال على ايه نوقف ايه ونشتغل ايه ونعمل ايه نعمل ايه وهكذا تفضل الدايرة دي دايرة ماشي على طول عشان تطور خاصة بطريقة مستمر طب بنال على كده بقى انا عجريبتني حاجة رطيفة جدا الناس اللي هم اللي يشغلين في الجودة حاجة اسمها ايه منهجية التحسين مستمر بطريقة تيوتا كاتا طب شركة تيوتا عملت طريقة لطيفة جدا خلاص عشان ما تعقدش الناس وتمشي بطريقة بسيطة وسهلة علشان ان هي تخلي الناس ايه تطور وتحسن خدوا نفس العجلة دي بس انا نمشي بيها واحدة واحدة شوف انت عايز توصل لفين او تحقق ايه في عملك زي ما قلنا مثلا احنا عايزين ناخد مثلا اعيزäng ماجد بد المبيعات بنسبة 10% تجب زوج المبيعات بالنسبة 10% اقلا انا دلوقتي فين مبيعاتك كم موطتي او الله انا بيبيع دلوقتي مثلا 500 جنيه فيليوم او باو زوج المبيعات ب похمسمائة جنيه فيليوم عايز ا свой 1,000 جنيه فيليوم بس 1,000 جنيه ملك كبير أريد أن أضافأ أطباحك أريد أن تبيع مريعاتك هتعمل أطباحك هتعمل أطباحك أريد أن أردهم خلال الأسبوع الجاية أريد أن أبيع بـ 550 جنيه جميل جداً هذا هو الرجل الرقم 3 أريد أن أشتغل أريد أن أصل إلى أخبار وصلت إلى 550 جنيه وصلت إلى 550 جنيه هل هناك مشكلة؟ أنت عملت إيه؟ الأسبوع اللي فاته عملت 1-2-3 طيب، أحتاج تغير إيه؟ لأنني أحتاج مثلاً أعمل برشورات وأوزحها تجميل ليه على السوشيال ميديا حد يشتغل ويوزع يعمل إعلانات محتاج أكلم الناس في التليفون محتاج أعمل عروض عندي طيب يبقى إيه التارجت تحطه المرة الجاية؟ عندما تبيع بـ 5.30؟ طيب أحط التارجت أن أبيع بـ 5.70 طيب جميل جداً بعد أسبوع جيلاً تاني وهكذا، طيب يقول لك إن إحنا عشان نطور الحسن باستمرار يأخذ خطوات صغيرة وبسيطة قريبة من طريقة بردو نحن نبشي واحدة واحدة وكل مرة نقف ونشوف مشاكلنا فين ونحاول نعمل الدايرة التطور والتحسين المستمار ومن أجل ذلك عملنا إحنا حاجة اسمها مدرسة كاتا الشرق الأوصف وإن شاء الله دي حاجة من حاجات اللي تسمع عنها قريب إحنا بدلنا عملنا صفحة على LinkedIn وعلى الإنستجرام وعلى تويتر وإن دفعنا جميعا في العمل بإذن الله طيب في بقى حاجة جميلة جدا أن أختم يعني خلاص طيب اللي خمسة ذات كده أختم إن شاء الله اللقاء بتاعنا واللي عندها سيرة برضو يقول لي عليها في دكتور مارشل جولسميس واحد من الناس اللي هما أنا يعني باعتمارهم يعني السادزة الكبار فقم واحد كأجزاجتف كوتش في العالم كله يعني كوتش للناس الموديلين وكده فكان مألف كتاب جميل جدا بيقول لك إيه what got you here won't get you there يعني أنت عشان تحقق حاجة أنت نفسك توصل لها عايزت عشان تطورت حسن من إدائك لا تشتغلت طريقة مختلفة لو اشتغلت بنفس الوسائل وبنفس الفكر وبنفس الناس مش توصل اللي أنت عايزه إلا يعني بصعوبة جدا فبالتالي لازم تفكر إيه الحاجات اللي أنت محتاج تغيرها في أسلوبك في طريقتك في فكرك وفي تدريبك وفي الناس اللي معاك علشان توصل الأهداف اللي أنت عايزه جميل؟ فبرضو نسأل نفسنا مين لديه الاستعداد يكون متميز مين لديه الاستعداد للتطوير وتحسين مستمر في الأداء مين اللي عنده استعداد في هذا المواضيع؟ اللي عنده استعداد يرفع إيده ويقول لنا أنا مستعد إن إحنا نشتغل في هذه المواضيع مين لديه الاستعداد في هذه المواضيع؟ تمام إحنا عدنا لقاءة تفايا والي بس أنا موازم لقاءة اللي بتكلم ماشي؟ لكن أنا عارف ناس كتيرا من الناس اللي معانا ما شاء الله عليهم من الناس اللي مشاركين معانا على طول بكل الندوات والمخاضرات وده الناس اللي هي فعلاً حريصة إن هي تتطور وتحسين من أداءها جميل؟ إحنا نرجع تاني ونقول لازم إن شاء الله نكون ربنا يا كرمنا ونكون مستعدين لهذا الموضوع علشان هو ده الطريق يا جماعة المنافسة دلوقتي منافسة صعبة جداً سواء في العمل أو على مستوى الشخصي أو في كل مكان الطرق اللي رح نتكلم عليها دي هي الطرق اللي تخلينا فعلاً نقدر نشتغل بأسلوب علمي منهجي إن إحنا فعلاً نطور ونحسن من أداءنا في نفسنا في عملنا ومن الناس بيشتغلوا معنا ومن كمان الناس أهلنا في بيتنا في حياتنا في كل حاجة ماشي؟ يا جماعة أنا برضو نصيحتي لكل الناس يعني إن شاء الله لازم أول حاجة يكون عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى وثقة في ربنا سبحانه وتعالى وحسن ظن فيه يكون عندنا ثقة في نفسنا نكتسبها من إن إحنا نتدي إن شاء الله حاجات دي ونحط نفسنا في الدوائر اللي فيها الناس اللي ليها نفس التفكير بتاعنا الناس اللي فعلاً ممكن تساعدنا إن إحنا نوصل للدرجة الأعلى لما تقعد مع ناس بيفكروا نفس الطريقة وكل الناس عايز تطور تحسن من نفسها وتحضر محاضرات زي دي أو تعمل جلسات كوتشنج أو تنضم لأحد الفرقة بتاعتنا بتاعت الكوتشنج اللي إحنا من أسسها إن شاء الله ده هيخليك عندك فرصة أكتر أنك تتبادل الأفكار وتتكلم يعني أنا عايزة الناس تتكلم وتقول مشاكلها عاملة إزاي وتشوف هي ممكن تقدر توصل لإيه اللي عنده مشكلة يا جماعة قلنا يحطها لنا على التربيزة وكلنا نقعد فكر فيها واحد واشرحنا ممكن للشغل إزاي فأول حاجة ثقة بالنفس زي ما نقول كده وطموح وحماس كمين بس ناخد الكلام ده نحطه في قالب علمي قالب العلمي بيقول إيه يا جماعة دي الطريقة اللي بنقولوك بيها يعني خمس أسئلة نسألهم نفسنا خمس أسئلة دول ممكن تطبقوا في بيتنا في شغلنا على فريق عملنا كل حاجة إيه الحاجات اللي احنا شايفينها إيجابية أو شايفينها صح إيه الإنجازات تمام؟ تاني سؤال هو إيه التحديات اللي بدأ بيننا إيه المشاكل إيه العقبات يا جماعة اللي شايفينها ونعن عليه إحنا محتاجين نعمل إيه سواء نوقف حاجات stop أو start ابدأ بحاجات أو continue ونعن عليه حط إيه؟ خطة بتاعتي وأهدافي بتاعتي المرحلة الجاية أنا أطلب يا جماعة أن القصة دي تكون يعني منهجية عمل أو منهجية طريقة حياة أسلوب حياة والناس اللي عندها تقييم أفراد عملها أو أفراد الفريق يشتغلوا معاها لازم الناس دي تقعد مع الناس اللي يشتغل معاها مش ضروري يقعد التقييم بورع وقلم لازم الناس تتكلم إحنا كان عندنا فتشغل في زين كان عندنا حاجة اسمه زين ديالوج زين ديالوج ده يعني أنت محتاج أنك تتكلم مع الناس يا جماعة إيه رأيكم؟ شايفين إيه؟ إيه الحاجات اللي كويسة؟ إيه الحاجات اللي محتاجين نغيرها؟ طيب ونان على كلام ده وط محتاجين مني إيه؟ الناس المديرين محتاجة يسألوا الناس يشتغلوا معاهم أو يدوهم توجيه حتى لو كل يوم الناس بشغل في المطاعم بالذات هم بيعندهم مثلا جلسة في أول النهار أو آخر النهار بيقيموا الوضع عامل إزاي؟ يرم من ده عشان عندهم تفاعل كتير عندهم قرارات وطوانين وعندهم قواعد تنظيمية فيمكن أكتر الناس عال في الموضوع ده سيحنا محتاجين الموضوع ده في كل مؤسسات تاعتنا قلنا سواء مع فريد عمل بتاعك اللي يشتغل معاك أو مع الإدارات الثانية اللي بتشتغل معاهم أو اللي تقوم بهم شغل ممكن يجي بيأخروا التقارير يبقى عطوا تقارير ملياش لازمة وما تروح تكلمهم روح تكلم معاهم وقول لهم يا جماعة ملحظات في واحدين ثلاثة انتوا عايزين مني إيه؟ وأنا عايزين منك وإيه؟ اعمل تفاقية بينكم وإنا وقول لهم عايزين مني إيه؟ وكل شهر ارعد معاهم ها جماعة ايه رأيكم في ساول أداء بتاعنا ايه الحاجات اللي نحتاجين لغيرها؟ ايه الحاجات الكويسة؟ شوفونا عليه تطلع جميل؟ نحتاجين إرادة بس نقول إيه؟ عشان كده نقول إيه؟ ثلاث حاجات دلوقتي مهمين أول حاجة الإيمان بالله والثقة بالله والثقة بالنفس والإرادة وكل الحاجات اللي هي إيه؟ تعلق بالنية تاني حاجة محتاجين أنك إيه؟ عندك خطة عمل أو منهجية عمل تمشي عليها أدي الطريقة ما أحضت خطة ونفزها وكده قيمها ومطور فيها وبعد كده تانيت حاجة اللي احنا بننادي بيها ان احنا نتري نقعد مع بعض جلسات متكادرة مع الناس اللي ليها نفس الفكرة علشان نحن نقول جلسات الكوتشنج دي جلسات مهمة علشان الناس من نفس التفكير تقعد مع بعض أستاذ إيمان بتقول التخطيط التخطيط كويس وجميل ومهم لكن بعد كده التنفيذ تحدي تنفيذ بتاعها صعب شوية بعد كده انك تقيس يكون عندك حاجات تيمكن قياسها عشان نعرف ماشيين في الطريق الصح ولا مش ماشيين في الطريق الصح تميل وبعد كده لازم نكون عارفين ان احنا نحيط نفسنا بالبيئة الصالحة والبيئة الناس فوق النفس التفكير بتاعك علشان إيه يساعدوك على تجاوز المشاكل كل كلام اللي تقلنا نهار ده كلام حلو جميل بس طبعا بنا نقول ايه تنفيذه ومتابعته هم ايه الاساس في هذا الوضع جميل فانا شكرا جزيلا ولو حد عنده ايه سيئة يعني قلولي ولو حد عايز تتواصل معي برضو الاميل موجود عندكم او برضو الناس اللي يعني منضموا عنا في الجروبات التانية ممكن نبعتولي على الجروب ويعني حاضرين لكم ونتمنى لكم يعني التوفيق دايما وربنا يكرمكم ان شاء الله لو حدريك عايز الانكم جروب ان شاء الله ممكن نبعتهم لكم في الاميل وابرضو يعني عندك الايميل بتاعي موجودة اوه ممكن تحركت بعتيدي ايميل او برضو الناس اللي حضرت معنا وسجلوا معنا المحاضرة سجلوا معنا في المحاضرة ان شاء الله نبعط لهم اللينك تاع المحاضرة ونبعط لهم الرابط تاعلى صفحتنا على اليوتيوب ممكن ينضموا لينا ويشتغلوا معنا واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ان احنا يعني نحس فعلا بانجازات وزي ما قلت يا جماعة لازم كل واحدين يكون عنده انجازاته الشخصية والعملية يسجلها كل اسبوع كل شهر لازم الحاجات دي مهمة جدا ناس كتيرا بتسجلهاش وبعد كده ما بتحسش بثقة نفسها ولا بتحس بالانجازات اللي هي عملتها فاحنا على طول راح نعمل تقريبا رمضان يمكن الموضوع هيقل شوية فاحنا غريبا كل اسبوعين عندنا ان شاء الله ان شاء الله ان شرفنا في السيشنز التانية وانا بعتلك برضو اللينك بتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ولينك دين وتشارك معنا وتتابع معنا ان شاء الله للحقيقة اللي عندنا ان شاء الله فاحنا شكرين لكم جدا وربنا يكرمكم وارفاقكم ان شاء الله ويعني الله ساعدنا بكم وانا اتمنى نسمع دايما تقصص نجاح عنكم كده بإذن الله وان شاء الله احنا زي ما ادفقنا يعني القصة دي اكون شقين شق ان احنا يكون عندنا كل ربع برضو ان شاء الله وانا نخدم ربع يكون عندنا فستمنى المرة الجاية يكون عندنا انجازات بقى نقدر نشوف خطط عمل وفرج عليها ونشوف مثالة عملية من الحاجات تاعتكم نمر واحد نمر اتنين هكون عندنا يعني جلسات خاصة بلحسب الجروبس اللي احنا هنعملها برضو نشوف مين اللي انتريستد في حاجات معاينة فممكن ان شاء الله برضو نبني مع بعض الادارات والمهارات القيادة اللي احنا عايزين هتكون موجودة عندنا كلنا علشان نكون فعلا ناس متميزين ونفعين لنفسنا ومجتمعاتنا واهلنا وكل مكان نشتغل فيه شكرا جزيلا ونتمنى لكم بتوفيق ان شاء الله ونراكم على خير ان شاء الله بمورة القديمة ان شاء الله شكرا جزيلا سيد محمد والحياتي دي وكل التيم عندك بصراحة يعني جود جوب وحاجة عظيمة يعني بنا يوفقكم بإذن الله الله يا كرام بحاجة سعادة بكم ونحب نسمع قصة النجاح بتاعتكم كده وتشاركونا ان شاء الله كده بإذن الله دائما في كل حاجة ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا مع السلامة مع السلامة